خطوات وجهود جدية اتخذها الحوار الوطني على مداري 23 اجتماعا خلال المرحلة التحضيرية حيث وظل مجلس الأمناء في حالة عقاد تائم حتى وصلنا إلى المرحلة الجديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية لمزيد من التفاصيل في العرض التالي مع الزميلة ليلة عمر أهلا بكم الترسيخ لوطن يتسع للجميع دفع القيادة السياسية للمطالبة بحوار وطني يمثل جميع فئة المجتمع ويعلي المصلحة الوطنية دون استبعاد أو إقصاء لكل من لم يتورد في عنف أو تحريض ليكون الحوار الوطني بدون خطوط حمراء يصبح بمثابة بوابة العبور إلى الجمهورية الجديدة فالحوار الوطني يعد فرصة سياسية وتاريخية نابرة أمام الجميع للانطلاق نحو المستقبل من خلال سياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة مع تحديد توجهات مصر في القضايا الوطنية الحوار الوطني جاء بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب الذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع جميع تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار بين أبناء الوطن الرئيس السيسي كانت له تصريحات همى حول الحوار الوطني خلال كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث أكد أن الظروف والتحديات العالمية تحتم علينا تبني حوار لتبادل الآراء والحلول الرئيس السيسي أكد كذلك أن الهدف من الحوار الوطني أن يكون حوارا شاملا لكل الفئات والموضوعات وشاملا كذلك لجميع الجوانب لا يقتصر على جانب واحد مجلس أمناء الحوار الوطني يعتبر أول ثمرة للثقة ومجلس الأمناء به 19 عضوا بالإضافة إلى رئيس الأمانة الفنية والمنصق العام وتم اختيارهم جميعا بالتوافق الذي يعكس التوازن المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أكد أن مجلس الأمناء قام بعمل سابقة قانونية بأن أصدر قرارا بتشكيل نفسه وليس عن طريق جهة أخرى مجلس أمناء الحوار الوطني عقد 23 جلسة اتخذ فيها قرارة محددة وتم تشكيل ثلاثة محاور كبرى محور اقتصادي وآخر سياسي ومحور مجتمعي وكل محور قسم إلى عدد من اللجأة عام من الثقة مر ليخرج الحوار الوطني قويا إلى النور بعد أن فتح الجسور والقنوات بين الأطراف السياسية التي تمثل أحزابا كثيرة وأحزابا على مستوى المعارضة والجميع طرحوا أفكارهم لبناء وطن واحد يتسع للجميع وهكذا تواصل القيادة السياسية طرح ومناقشة كل ما يهم الشعب المصري في ظل إصراره على نجاح الحوار الوطني تحقيقا لأمال وتطلعات الشعب المصري العظيم ترجمة نانسي قنقر